بغرض رسم معالم استراتيجية للتحول الرقمي وعصرنة قطاع التكوين والتعليم المهنيين لا سيما تحسين حوكمة القطاع باستعمال تكنولوجيات الإعلام وتحقيق تحول رقمي كان اللقاء بولاية باتنا بحضور وزير التكوين والتعليم المهنيين ووالي ولاية باتنا والوالي المنتدب لولاية باريكا ورئيس المجلس الشعبي الولائي لولاية باتنا وكذا رئيس دائرة باتنا والمنتخابين ومكونات المجتمع المدني ولولاية باتنا ومن خلال كلمته رحب بوزير التكوين والتعليم المهنيين والحضور مذكراً بالمجهودات المبذولة لتحقيق معادلة الشراكة والإدماج يجب المبذول على مستوى هذا القطاع الهام والذي يجب له السلطات العليا عناية قصة حتى تتمكن من تحقيق وإنجاح معادلة الشراكة وإدماج خريج هذا القطاع الهام والذي سيساهم دون شخص في خلق فروا ومراسل شخص لنوجودكم اليوم كفعليات مجتمع مدني ومحطة مهمة في مصر الشعارة كالإستراتيجية التي أقررها السيدة إزوجمهورية والتي ما فتأي وصف بها منذ انتخابه وهي استراتيجية رئيس الجمهورية المعتمدة على التشاور والتشارك على برنامج واضح المعالم من خلال الديمقراطية التشاركية وفتح فضاءات واختصاصات جديدة لاستقطاب الشباب وفق طموحاته وميولاته وكذا تقريب وجهات النظر بين المتعاملين الاقتصاديين والمؤسسات التكوينية مؤكداً أن قطاع التكوين والتعليم المهنيين خطى خطوة نوعية في استعمال تكنولوجية الإعلام وزير التكوين والتعليم المهنيين أكد أن اليوم المفتوح على مكونات المجتمع المدني لتعريف بالتخصصات وكذا رقمنة القطاع وخلق تخصصات تتلاءم مع طموحات الشباب المبادرة بنسم معالم سراتيجية واضحة معنا لتجسيد هذا التحول الرقمي من خلال الاعتمال على مقاربة تهدف إلى رقمنة وعصرانة القطاع بواسطة تحديث أدوات التسيير التقني والبداقوجي والإدالي والمالي وعصرانة منظومة تتابعة البداقوجية باعتبار كل ذلك من بين إحدى المحاول الأساسية المدرجة في برنامج نشاط التقال الواردة في مخطط عمل الحكومة وتعتبر منصة تسيير إحدى العمليات الأساسية المتغمنة هذه الاستراتيجية على المدى القريب والتي نسعى من خلالها إلى إغفاء المزيد من المرونة والشفافية على مختلف الأعمال والأنشطة المنوطة بالقطاع في شتى المجالات وكذا خلق منصات رقمية تهدف إلى تحول رقمي وفق توجيهات رئيس الجمهورية وعصرانة القطاع منها منصة التسيير وتطبيق مهنتي وذلك بإنشاء شبكة وطنية لجمع المعلومات وموثوقيتها تحضيراً للأرضية الرقمية التقنية وتوطين المعلومات وتأمينها بمركز البيانات وقدم مدير التكوين والتعليم المهنيين بباتنا المؤشرات الخاصة بالتكوين المهني بباتنا مذكراً بعدد مراكز التكوين المهني وعددها 24 مركز وكذا أربع معاهد متخصصة ومعهد للتعليم وإن باتنا كانت سباقة في إدراج جميع المعطيات والمؤشرات بالمنصة الرقمية وكانت حصيلته إيجابية بشكل كبير مشفوعة بالأرقام والنتائج وخلال اللقاء طرحت عدة انشغالات الخاصة بقطاع التكوين المهنيين بباتنا وكان رد الوزير على هذه الانشغالات إيجابياً وفي الأخير تم إبرام عدة اتفاقيات بين مدير التكوين والتعليم المهنيين وعدة قطاعات صناعية وكانت محادثات جانبية مع وزير القطاع موسيقى اشتركوا في القناة مع المشاركين والمدعوين اللقاء كان ناجحا لحد كبير حضورا ونقاشا ونتائج اشتركوا في القناة